هذا وانتقد من دوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل وتحت الفصل السابع بوقف إطلاق ناري فورا وخلال جلسة في جمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة أكد عبدالخالق أن مجلس الأمن تعثر أيضا في إصدار قرار يلزم إسرائيل بفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة كما اعتبر من دوب مصر أن إفلات إسرائيل من العقاب والمساءلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها بعض لإسرائيل لعقود مطالبا بقرار أممي يفرد على سلطات الاحتلال وقفا فوريا لإطلاق النار